مرة أخرى أرجع لحضرتك وبالحديث عن المساعدات التي مازالت تصل إلى مطار العريش وأيضا التي تعبر عبر معبر رفح بالنسبة للدور المصري حتى الآن مصر الحقيقة لعب الدور قوي جدا وفعال منذ بداية هذه الأزمة تحديدا ويمكن حتى الوساطة المصرية في هذه الهدنة التي لم يتم تمددها مرة أخرى وستمرت فقط لسبع أيام شايف حضرتك الدور المصري والوساطة المصرية لأي مدى كان لها دور في هذا الصراع؟ يعني مصر لم تتوقف منذ هذه الهدنة صراحة أو هذه الأزمة أو بداية المعركة مصر دورها تاريخي وللأسف الشديد هناك الكثير حتى من أبناء الشعب المصري يعني يجهلون التاريخ المصري في المسألة الفلسطينية مصر حاربت مع مصر مع فلسطين وهي شريكة وأنا دائما أقول شريكة مصر شريكة في المعركة التحرر الفلسطيني مصر شاركت الشعب الفلسطيني في 48 وفي 56 وفي عام 67 ما زالت هي التي تدعم المقاومة الفلسطينية كانت في عام 53 انتهت يعني خلي بالكم في عام 48 انتهت القضية الفلسطينية مؤسسات الحكومة الفلسطينية قضيت تماما ولم يصبح هناك كيان سياسي فلسطيني مطلقا وأصبحت مسألة فلسطين هي مسألة لاجئين ومسألة إنسانية فقط لكن مصر بعدما أدارت غزة في ذلك الوقت بعد الهدنة الموقعة الهدنة الدائمة التي وقعت في رودس 24 فبراير 1949 هذه الهدنة أسست لوجود مصر في غزة مصر بدأت تطلق المقاومة الفلسطينية وتدعم المقاومة الشعبية الفلسطينية في عام 1953 يعني مجرد ما بدأت الدولة المصرية تقف على قدميها بعد الثورة المصرية التي تأسست فيها الجمهورية المصرية فورا بدأ دعم القضية الفلسطينية وإعادة الروح القتالية للشعب الفلسطيني منذ عام 1953 في عهد العقيد مصطفى حافظ الذي بدأ الثورة في مصر هو العقيد المصري الجيش المصري كان في قلب غزة هو الذي كان يبدأ العمليات ويقود العمليات الفدائية مع أشقاءه من الفلسطينيين وهو الذي يخطط ويهندس كل العمليات وبالتالي استمرت حرب الاستنزاف والدعم المصري هذا على المستوى الأمني والعسكري والفدائي والاستطلاعي أيضا على المستوى السياسي مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ إنشاء منظمة التحرير وبالعكس هي منظمة التحرير أساسا جاءت بقرار وإرادة مصرية عربية فرضتها مصر على الدول العربية أن يكون للفلسطينيين كيان سياسي لهم حتى يبدأوا بالتحرك لأن المسألة الفلسطينية بدأت تذوب في الأروقة العربية لكن مصر أرادت أن يكون كيان سياسي فلسطيني وأنشأت منظمة التحرير ثم دعمت القضية الفلسطينية في بناء السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقع أنا لسا قبل قليل كنت أقول لكم في توقيع اتفاقية أوسلو 1994 وقعت هنا في القاهرة اتفاقية القاهرة إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وذهب الرئيس المصري السابق الأسبق محمد حسنبارك أخذ بيده أخيه الرئيس ياسر عرفات رحمه الله وأوصلوا إلى معبر رفح وذهب إلى فلسطين ياسر عرفات فاتحا في ذلك الوقت لاتفاقية أوسلو لذلك أنا أعتقد يعني مصر كان دورها سياسي طيلة الفترات لم تتأخر مطلقا عن الشعب الفلسطيني أيضا لم تتأخر على مستوى الدعم في كل المجالات خلينا نصحي كلها بشكل صريح أضف إلى ذلك الحالة الإنسانية التي نشهدها منذ بداية هذه الأزمة كما سألت حضرتك يعني الدعم الإنساني هذا ليس جديدا نحن شهدناه في عام 2017 2021 2020 22 2008 2011 هناك روابط تاريخية وجمهرافية تربطنا طبعا بشعب الفلسطيني أضف إلى ذلك نقطة بسيطة أن العلاقة يعني الشراكة بالدم والنسب والارتباط الجذري شعب واحد بالزبط